بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أيها الطلاب والطالبات في شركة تطوير للخدمات التعليمية سنقدم لكم اليوم درس للصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني في لغتي الخالدة في الوحدة الخامسة الرسم الإملائي رسم بعض الكلمات المزيد بعض أحرفها كالألف والواو وستكون أهداف درسنا لهذا اليوم رسم بعض الكلمات المزيد بعض أحرفها كالألف والواو رسماً صحيحاً واستخراج الأحرف المزيدة في كلمات معطاة والتعرف على المواضع التي تزاد فيها الواو هذه أهداف الدرس فلنبدأ مستعينين بالله ركزوا في هذا النص واسمعوا جيداً وركزوا أيضاً على الكلمات الملونة أقرأ ما يلي لأجيب وفق المطلوب قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ركزوا في الكلمات الملونة وأنفقوا تلقوا وأحسنوا ليكونوا أيضاً أقرأ ما يلي لأجيب وفق المطلوب المسلم يسمو بنفسه عن الرذيلة بنو الإسلام يأبون العار ركزوا في هذا النص وركزوا على الكلمات الملونة يسمو بنو الآن أيها الطلاب أنسخوا الكلمات السابقة وفق اللون المطلوب من النصين السابقين تذكروا الكلمات الملونة وأنفقوا تلقوا وأحسنوا أحسنتم؟ هذه مجموعة كلمات النص الأول وأنفقوا تلقوا وأحسنوا وركزوا في آخر الكلمة وجود الألف أما بالنسبة للكلمات النص الثاني فهي تذكروا أيها الأحباب الكلمات هي يسمو وبنو ممتاز هذه هي كلمات النص الثاني لاحظوا الفرق بين كلمات النص الأول والنص الثاني النص الأول يوجد ألف أما النص الثاني لا يوجد ألف ما السر في ذلك؟ ما سبب هذا؟ بالنسبة لكلمات المجموعة الثانية يسموا الواو هذه من أصل الفعل وأيضا في هذه الكلمة هذه الواو من أصل الفعل أما النص الأول الواو هذه جاءت للجماعة فتسمى واو الجماعة تلقوا أيضا واو الجماعة أحسنوا أيضا واو الجماعة إذن نستنتج هنا أن الألف تأتي وترسم بعد واو الجماعة ولا ترسم بعد الواو إذا كانت من أصل الكلمة واضح أيها الطلاب؟ إذن استنتجنا أن واو الجماعة تكتب بعدها ألف أما إذا كانت الواو من أصل الكلمة فلا تكتب الألف أتذكر الألف تزاد في آخر الاسم المنون المنصوب شرط ألا يكون مختوما بتاء التأنيث المربوطة أو بهمزة فوقها ألف أو بهمزة قبلها ألف وهذا ما تعلمته في الوحدة الثانية في الصف الثاني المتوسط إذن الاسم المنون إذا كان في حالة نصب في الجملة فإنه تزاد في آخره ألف ولكن هناك شرط ألا يكون الاسم المنون مختوما بتاء التأنيث المربوطة أو بهمزة فوقها ألف أو بهمزة قبلها ألف واضح؟ الآن ننتقل إلى هذا السؤال أكون بالفعل المضارع يصونون جملتين مفيدتين بحيث يكون مرة مسبوقا بلن ومرة مسبوقا بلم ثم أبين ما حدث للفعل من تغيير في رسمه الإملائي الكلمة يصونون وهي فعل مضارع من الأفعال الخمسة على وزن يفعلون يريدها مرة مسبوقة بلن ومرة بلم أولا يصونون مسبوقة بلم المثال يقول اليهود لم يصونوا عهودهم ركزوا في هذه الكلمة وركزوا في الفعل المضارع وما حدث فيه من تغيير اليهود لم يصونوا عهودهم ما الذي تغيير في هذه الكلمة؟ ركزوا أين حرف النون؟ ولماذا جاءت الألف هنا؟ فكروا أيها الطلاب إذن تغير في هذه الكلمة حذف النون علامة على الجزم حذفت النون لأن الفعل المضارع مسبوق بحرف جزم فأصبح علامة جزمه حذف النون وجئنا بالألف هنا أما إذا سبقت بلن المنافقون لن يصونوا ألسنتهم عن إيذاء الناس ركزوا في هذه الكلمة وما حدث فيها من تغيير ما الذي تغير؟ ركزوا أيها الطلاب الذي تغير حذفت النون أيضا علامة على النصب إذن هذا الذي تغير حذفت النون لأنه مسبوق بحرف نصب وأضيفت ألف ننتقل إلى السؤال التالي يقول أحلل الكلمات الملونة تحليلا إملائيا على غرار المثال المعطى يريد منا أن نحلل هذه الكلمات اعلم عهدا اعلم فعل عهدا عسم منصوب هذا المثال المعطى ظلم ظلم فعل ماضي يضاف إليه واو الجماعة ثم ألف زائدة تصبح كتابتها هكذا ظلم نأخذ الكلمة الأولى اعلم اعلم فعل أمر أولا نضيف إليها واو الجماعة هذه هي واو الجماعة ثم ألف زائدة ستكتب الكلمة هكذا اعلموا أضيفت ألفا هنا لأن الواو هنا واو الجماعة الكلمة الثانية عهدا اسم منصوب وهذا التنوين تضاف إليها ألف زائدة تكتب عهد إذا أضفنا إليها التنوين والألف الزائدة عهدا إذن تضاف الألف إذا كان الاسم منصوبا ننتقل إلى التالي أكتب استنتاجي في الفراغ التالي تزاد الألف طرفا بعد واو الجماعة كما ذكرنا لكم سابقا إذا اتصلت بفعل ماضي مثل سمعوا أو أمر مثل اسمعوا أو مضارع محذوف النون لناصب أو جازم مثل لم يسمعوا أو لن يسمعوا إذا سبقا بحرف ناصب أو جازم تحذف النون فنضعوا الألف هنا وتزاد في آخر الاسم المنصوب بشرط أن لا يكون مختوما بتاء التأنيث المربوطة أو بهمزة فوق ألف أو بهمزة قبلها ألف هذا ما نستنتجه من خلال الفقرات السابقة التالي أعلم أن من المواضع التي تزاد فيها الواو في الكتابة الموضعين التاليين أولا في وسط بعض الكلمات وهي مثل أولائك أولو أولات بمعنى ذوات أي صاحبات ثانيا تزاد طرفا في الاسم عمر للتفريق بينه وبين عمر أيضا أعلم أن الألف بعد الواو اللاحقة لجمع المذكر السالم وملحقاته لا تزاد مثل معلمو والمدرسة لماذا لا تزاد ألفا بعد هذه الواو؟ لأن هذه الواو ليست واو جماعة بل هي علامة رفع إذن هذه الواو ليست بواو جماعة وإنما علامة رفع فلا تكتب بعدها ألف ولا تزاد الألف بعد الواو التي هي جزء من الفعل أي من أصل الفعل مثل يصح الطفل من نومه فلا تزاد الألف في هذه الكلمة لأنها من أصل الفعل ويدعو ربه ونحن ندعو ربنا ونحن نرجو أن يوفقنا الله فلا تزاد الألف في هذه الكلمات يصحو يدعو ندعو ندعو نرجو لأن هذه الواو من أصل الكلمة ولا تزاد الألف بعد واو الأسماء الخمسة في حالة الرفع مثل ذو الفضل ولا تزاد بعد كلمة ذو بمعنى أصحاب ذو بمعنى صاحب وذو جمع لذو بمعنى أصحاب ولا بعد كلمة ألو بمعنى أصحاب إذن لا تزاد الألف بعد واو الأسماء الخمسة في حالة الرفع مثل هذه الكلمات ذو ذو ألو فلنأخذ هذا السؤال ما هي المواضع التي تزاد فيها الواو تذكروا أيها الطلاب فكروا بالإجابة الإجابة هي في وسط بعض الكلمات وهي أولئك ألو ألات هذا واحد ثانيا طرفا في الاسم عمر للتفريق بينه وبين عمر هذا سبب كتابة الحرف هنا أحسنتم وبارك الله في جهودكم تعلمنا في درسنا لهذا اليوم رسم بعض الكلمات المزيد بعض أحرفها كالألف والواو أولا الألف تزاد في آخر الاسم المنون المنصوب شرط ألا يكون مختوما بتاء التأنيث المربوطة أو بهمزة فوقها ألف أو بهمزة قبلها ألف ثانيا من المواضع التي تزاد فيها الواو في الكتابة الموضعين التاليين في وسط بعض الكلمات وهي أولئك ألو ألات بمعنى ذوات وتعني صاحبات ثالثا تزاد الواو طرفا في الاسم عمر للتفريق بينه وبين عمر هذا كل ما لدينا في درسنا لهذا اليوم سألنا الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة